أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الانتهاء من مسودة وثيقة ملكية الدولة بعد العديد من جلسات النقاش وورش العمل والتي تتضمن بابا كاملا عن الحياد التنافسي وخلال لقائه رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لمتابعة المستجدات الخاصة بدعم وتعزيز سياسات الحياد التنافسي لفت مدبولي الى ان الدولة تتجه في هذه المرحلة نحو تمكين القطاع الخاص سواء عن طريق استثمارات جديدة او المشاركة في ادارة اصول قائمة مشيرا الى ان السياسة الاقتصادية للدولة المصرية قائمة على دعم محاور المنافسة وضمان مناخ تنافسي لممارسة النشاط الاقتصادي